الشمس تشهد وبرد أستار الظلام الشمس تشهد وبرد أستار الظلام وقل وقلت عدل بالتلوى والتقدم والسلام 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 نتمنعك نتمنعك وحد وبالي لك موسم بالي لك موسم سلاما يا نساء الأرض غاطبة في كل مكان وسلاما لكل مشاهدي غنات الشروق الفضائية سعيدين أنه قاية السعادة أنه نلتغي بكم في نفاج جديد من برنامج النفاج وفاتح ونفاج ومدخل ومحور جديد في رحاب الشاعر محجوب شريف مرحب بك إلهام مرحب بك عبد الرحمن ومرحب بكل المتابعين زي ما قال الحلقة جديدة في رحاب راحل محجوب شريف وإضاءة في سيرته وبنتكلم الليل عن دور المرأة في شاعر محجوب شريف أول حاجة نحن نرحب بضيوفنا المعانا في الأستوديو الصحفي والكاتب مناف محمد مرحب بك مرحب بك إلهام ومرحب بك عبد الرحمن ودي فرصة سعيدة لنزولة للكم معاكم في حواري عم محجوب شريف مرحب بك مرحب بك كمان الأستاذة الإعلامية والكاتب الصحفية أستاذ عفاف أبو كشوة مرحب بيكم وسعيدكم بيناتكم في حلقة عن الراحل المقيم أستاذ محجوب شريف مرحب بك أستاذ عفاف ومتد ترحابنا بصديقنا العزيز الفنان والصديق والرفيق الدائم في كل المشاطات والمراحل أستاذ شمت محمد نور مرحب بك أهالك مرحب وتحية ثاني لمشاهدي غناط الشروق خاصة إنه الإسبوع الفات أنا كنتم برضو في واحدة من الحلقات لكن هي الإمتداد للحياة دي هي شوقاً ووداً وحباً في حضرة أستاذ محجوب شريف إنه الناس تتواجد التحية لكل المشاهدين غناط الشروق مرحب بك أستاذ شمت وترحابني امتد أيضاً بالشاعر الشاب محمد الشيخ مرحب بك محمد مرحب بك عبد الرحمن وسعيدة الزول في الإطلالة عبر النافذة البتية جدة وسعيدين للظروف اللي خلت منصات الإعلام تجيب أمثالكم اللي بيشبهوها من المثقفين اللصيقين بالحركة الثغافية برحمن وإلهام من وجوه الحاضرة في المحاضرة الثغافية فأنا لبرحب بكم وبشر كل المشاهدين إنه ده عهد جديد عهد يعتلي فيه المثقفين منصات الإعلام مكانه ما الطبيعي ودوره ما الطبيعي وبحييكم مرة تانية وسعيد الإطلال عبر النافذة الكبيرة جداً جداً محجوب شريف مرحب بك محمد الشيخ وترحبنا طبعاً بامتدى بكل محبي الراحل محجوب شريف وبكل الناس اللي ساهموا بشكل أو بآخر في إسراء تجربة أو تنفيذ الغيم والمشاريع اللي كان بنادي بيها أستاذنا محجوب شريف وأستاذنا محجوب شريف طبعاً يعني يكتب وتناول محاور كتير جداً إلهام نعم من هنا هو أن أبرز دور المرأة بيقوه وبيفخره بثقة اتناوله في أشعاره في قصايده اتداء من أسرة الصغيرة من أسرة الكبيرة الشعب السوداني فهو كان بيفتخر بدور المرأة في الاجتماعات بمختلف نشاطاتهم بمختلف تخصصاتهم والمهام اللي كان بيقوموا بيها فأستاذ عفافة وكشوة ممكن تتكلمي لنا عن دور المرأة في شعير محجوب شريف أنا سعيدة جداً بأنه أكون في حضرة الشعير محجوب شريف حقيقةً الراحل المقيم الشعير محجوب شريف يعني أبرز مناصرته للمرأة السودانية عبر عدة زوايا بدءاً بأسرته ومن خلال أشعاره طرح قيم ومفاهيم مجتمعية بشكل إيجابي ساهمت في ترقية الزوغ العام وساهمت في توعية النساء دي منزاوية منزاوية أخرى ناصر النساء المهمشات والمظلومات والمكلومات يعني مثلاً قصيدة سلاماً عمتي الفراشة سلاماً عمتي الفراشة أم اليتامة كفتيرة تفك الحيرة كفتيرة تفك الحيرة كلها دي نمازج لشكل بتاع مناصر للمرأة السودانية في قضايا مرتبطة بالوضع الاجتماعي والاختصادي للمرأة وعلى مدى معرفتنا اللصيغة بالشعير محجوب شريف ما يطرح من أفكار ما يؤمن بهم مبادئ يتسق مع سنوكه اليومي ويتسق مع بزرة الوعي اللي بيبثها عبر هذه القصايد التي أصبحت قصايد ملهمة للنساء والأطفال تبتبات أغنيات للأولاد والبنات أيضاً عندها بعد مرتبط بالأمهات مرتبط بالأطفال ولذلك يعني محجوب لما طرح مشروعه الإنساني ارتبط بين مشروع الاجتماعي بمشروع تقيير الغية والمفاهيم السالبة في اتجاه التوعية يعني رفع الوعي وسط النساء والشباب والمجتمع بشكل عام كان واحد من أهطافه الرئيسية نعم ولذلك هو كان ملهم على مدى الحقبة المختلفة ملهم للنساء والشباب والأطفال النساء تحتين الدون حيث كبير في حياته لأنه مريم محمود مثلاً والدته وهو في السجن جاء زارته وكان بيقول لها أنه يعني ما تنزعجي لأنه أنا مزجون معاي رجال كاشفتوا الدزين اللي كانوا حيدون قالوا له ناسك كم ورينه عشان تسلم العوده خاطش ما قلنوا حاطك اللي موته يتقدم فدي مؤشرات يعني فيها قيمة مجتمعية أول شي فيها تطمين للأم من زاوية من زاوية تانية أنه يفتكر نفسه أنه فيه ناس قدموا تضحياته أكتر منه هو دايما من تواضعه الجم قاعد يبرز أدوار الآخرين وقاعد يعبر عن شرائح المجتمع المختلفة أكتر من يعبر عن نفسه قد قيمة إيجابية خلته يكون رمز واحد من الرموز أنا أفتكر أنه المحجوب شريف ليس هو ملك لأسرته أو لحزب ملك لشعب السعوداني واحد من رموز الحركة الوطنية والثقافية السودانية التي يشار لها وبعدين إضافة لها كده أستاذ عفاف أستاذ محجوب يعني كان بينتبه لموضوعات وقضايا يعني في الأغلبية من الناس المتحركين في النشاط العام ما بينتبهوا لها يعني إضافة لها كده مناف لو حاولنا نعمل ريعة أو مجاربة سريعة ما بين وضع المرأة في السودان في الحجب الفاتك وحاليا والله يا أخا الواحد سعيد إنه بتكلم عن المرأة يعني إذا تحيارة بفخار باشيد أفكر إنه ده دورة الأم ده دور ما ساهل الرفيق الحبيبة فده دور ما ساهل ودي واحدة من دواء سروري إنه أكون بتكلم في موضوع بتكلم عن المرأة لو أخذنا وضع المرأة في السودان على حغب متقطع كده بنلجع إنه المرأة يعني من حغب ليورا كده كان وضعها متأرجح مع بين اعتدال انخفاض كان متأرجح شايد فعلا المرأة اتتود بالنار شايد في كل الحغب ومنتظرين إنه السورة دي يعني على أقل الله ترد غيمة المواطن السوداني كحاجة أولى ودي غيمة بيتفكية كلنا غيمة السودانين كسودانين وغيمة المرأة ذات لأنه بتضحيات الجسام اللي يتقدم المرأة ما حاجة سهلة النساء في معسكرات النسوح بعانوا معاناة شديدة النساء في العمل ذاتهم في الريف النساء بواجه غباد غانونية كبيرة جدا جدا اندحاجة برضو بعين الاعتبار لازم فوضع المرأة في السودان يعني هو نحن أول ناس بيحاول يشتغلوا لأنه يطلع من التعقيد بواجه دا نحن فيها تمرحلة لو سألناك وطبعا من منافة محمد ومن الشباب النشطين جدا في مجال حقوق الحقوق الإنسان بشكل عام ومركز ومهتم بشكل خاص في جوانب بتخصها حقوق المرأة الوضع هسا لو قريح حاولنا نعمل قراية وضع المرأة كيف في المجتمع وفي الحراكة العام أنا يعني هو لو أنا ذا الرغيم الوضع بيكون دي حاجة صعبة شوية لكن في مؤشرات أنه يعني في حاجة قويسة قعد تطلع حسي مشاركة النساء في السورة ذات الوعي ذات طلوع النساء للفضاء العام لذبة الوعي بالحقوق ذات ارتفعت في الناس بيتكلموا عن الحاجة دي يعني مثلا أنت أنا ما تخيل جول في التزينات بيتكلم عن قضايا المرأة الوضع حيكون كيف لكن هسي في براح بيخلي الناس يتكلم في أنت ذاتك المناصر للقضية بتقول آي أنا مناصر ويقلب قوي كده ففيش راغات لكن برضو لسه محتاجين جهد أكبر ونسري على العجل عشان وحلغتنا دي من محاولة ومساهم الإلهام لأنه الناس تنتبه لقضايا المرأة في السودان هو ذات ومحجب شريف وبيتكسيد لدور المرأة في المجتمع ومعرفة حقها ومعرفة واجبات تجاه المجتمعات اللي هي عايشة فيها سواء كان في الريف أو في المدن يا محمد محجب شريف بتناوله لقضايا المرأة بتحس بأنه كان عايز يوصل رسالة أنه المرأة هي المجتمع كله ما زي ما نحن عارفين أنه لي المرأة نصف المجتمع وزي ما يقول المرأة نصف المجتمع هو التناول الموضوعي والتناول الجمالي لمحجب شريف لدور المرأة عكس حقيقة الدور ده نحن بينشاهده في العادي لكن مهمة اللي عندنا في صياقه الحقوقي أو في صياق السلوك لما يقول بختمة دولة عندك جنبك هيبة نعم وغيرت لم تقبل المصروف لما يقول ساعة رضاعة جمل من سياح شهور نعم هو هنا بيديك أنه الدوريل للمرأة ديل ما بيطناغضه في الجمالية بتاعة المرأة وفي قدرة المرأة الضبط كده اللي هي حتى من من ناحية الفيسيولوجية قدرتها على العطاء اللامحدود محجوب شريف فقط العادل مشاهدة ورسخوا في أدبيات ناس شمت ديل عن طريقهم برضو وصلت لكل الأجيال وظنرية الأدب هو بداية التغيير المجتمعي لما تطرح الطرح الأدبي ويلقى رواجه حتى لو على مستوى المتداول غير الوعي لاحق أن التداول بيرسخ كوعي بيتقبل دور البار المختلف وزي ما بنقول هي مساهمات مننا كلنا ومحاولات لأنه نسر الفكرة دي ونطورها ونخليها تتطبق كسلوك يومي وما في أجمل من الفنون والإبداع يا أستاذ شمت إنها توصل القيم والرسائل إنت لك علاقة طويلة جدا مع مشاكل الأستاذ محجوب ومشروع المرأة ده إنت ممكن تقول لنا عنه شنو بعد ذلك نسمع طيب واشي تهيئة للموجودين في السويد والكاست العامل التغينا لسبوع الفات ولا زالوا يعني صامدين في أنه يكونوا يوثغوا لأستاذ المحجوب الشريف المرأة في شعير محجوب زي الرجل في شعير محجوب زي الطفل في شعير محجوب زي الوطن في شعير محجوب يعني لو مسكت أي جسئية من المكون ده تحس بأنه هو خلى الناس تجيب استنطق الناس في أن يتكلم وطالما نحن بصدد المرأة في الشعر تناولى من جوانب كثيرة جدا جدا ما بيعتبارون هي المرأة الضعيفة التي تحمل ابنها وهنا على وهن لكن أقوى مننا نحن أقوى من الرجل في أن تستوعب الفكر تحت حملة لابنها أو بنتها وإنتاج كائن تاني للحياة مع المعاناة التانية التي مثلا إذا المرأة أجهدت أو طفلة مات وهي في باقونة فيعني دي يعني حتات هابشة أكتر من أي زول يفكر في المرأة كشاعر أو كمؤدى أو كملحن أو ككاتب في أنه هي المرأة الجميلة اللطيفة الشعارة كيف العيونة كيف لا هو بيخد قيم غريبة جدا للمرأة بسلط الضوء على نقاب بسلط الضوء على حاجات في النهاية نحن كلنا نجي نحس بأنه الكلام ده سهل جدا وقريب لكن تسمع كشاعر أو ككاتب أو ككذا أو كفنان أو كفنان في أنه يخد صورة هي بتعبر بتفاصيل دقيقة جدا جدا لأنه نرى مساهمتها في الحياة دي بصايد أو بجانب أقصد إن أم وأخوته حبيبه وصديقه وبتاع عند بصمته ودوره في المجتمعات بشكل عظيم كده جاد قصائد كثيرة جدا خلت الزولة في تفاصيله كده أفكار متطايرة لمواضيعه وعناوين وقضايا نغشة أستاذ محجوب في شعره فأي واحد من المتحدثين دينا كانوا قاعدين هنا بيقول كان بالنسبة لي حديثه عنوال لأغنية كتب أستاذ محجوب شريب خاصة المرأة المكافحة والمناضلة والنازحة والمرأة العاملة زي ما قالت الأستاذ كفتيرة تفك الحيرة يا عبد أحسن من غيرة وأما دم في طرف المدينة وزيها في المدينة اللقم دعيش ضنينا ومويا مزاجة أكر من نفس الغبينة لمبة وزيتها طالع أشباح الليالي والأحلام حزينة وأما دم بين نارين تساسك نار الصاج ينقض فوق عرق جبينة والشي السوق هنالك استناها عابث تحصل عن قريبة تحت التوب دموعة ترقض عودة يابس كان دعيش الكسرة وتودية عشان تأكل أولاده وتعلمه وهو آخر تجي الحرب كده لكن كان دوره كبير جدا جدا فينا يعني تربي وتحفظ زوجها اللي هو خلاص وابناء سعب في المحطة البلقاهو تلتو تلتا لزقالكار روحابس السلام في تبني لفكرة دور المرأة في الحياة يعني خاصة المرأة السودانية هناك في سؤال كده الطرح بتاعينه الشي نريك في الآن اللي المرأة في وقت مبكرة في السودان كان عندها يعني كانت ملهمة لي لكل الناس في ان يتكلموا عنها او يوصلوا حاجاتها وهي نماذج كثيرة رابحة كنانية ومهارة العباء وقاتلات السودانية في سبيل انهم يكونوا محققين فعلا الرغبة بتاع الوجود بالنسبة للآخرين والبقاء بشكل كويس احنا كلنا رتعنا من ثدي امهاتنا التعليم الحب للوطن التربية السليمة قبل ما تقول لي اغني اعلم في زاكرتي اغني نغني طيب نغني اللغنية في زاكرتي جهة اللغنية هي يتبنى فيها فكرة يعني المرأة جاءت ماذا كانت هي حب وود وسلامة افديك افديك يا سلم افديك من عصر دجري تعال او قبل السلاح اديك افديك يا سلم افديك 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 من عصر البدري تعال او قبل السلاح افديك 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 طوّل من شايك لو جرحك غوّر فيك بين سندك وبين دفيك لو جرحك غوّر فيك بين سندك وبين دفيك أي ما Λ sí أنا أم بحلم بحلم بجني أنا أم بحلم 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 بجني لا لا não لا خيف ولا لا مقبول تتقدل تتقدل في واجيك غباتك وتبليك تتقدل تتقدل في واجيك غباتك وتبليك تتقدل تتقدل في واجيك غباتك وتبليك تتجدل في واديك عباتك وتبلديك نخلاتك تتمنىك والخندق بيقى شباك نخلاتك تتمنىك والخندق بيقى شباك وعريس الهنى جنديك وعريس الهنى جنديك وعريس الهنى جنديك انا ام بحلم بحلم بجنعي لا 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 خايف ولا مفقود السلام 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 أستاذ شمت هنرجع لك مرة تانية برضو أستاذ عفاف من خلال نقاشاتك إعلامية وصحفية لقضايا المرأة ودورها في كل المجتمعات اتناولت شنو في أنا المرأة شعر محجوب شريف من أوراق الحقيقة يعني شعر محجوب شريف كان ملهم لعدد من النساء سواء كان ناشطات مثقفات سيدات مجتمع أو ربة المنزل العادية دارة أشير لحتة مهمة جدا ناشر تلافي كثير من المنتديات والنغاشات وحول المرأة في شعر محجوب شريف وفي شعر كثير من الشعراء الساهمه غير التناول بتاع الكلاسيك الشعر التقليدي بتناول جسد المرأة كون الحقيبة ذاكي لا هنا المرأة القضية المرأة الرفيجة المرأة المناضلة المرأة العاملة المرأة ستة البيت فأفتكر محجوب حلق من كل بستان زهرة يعني وضع بصمة أبرز فيها إن المرأة ليست هي دون الرجل ليست هي يعني أقل قامة من الرجل في مساهمتها في المجتمع يعني ما بين العمل غزالات العمل والبيت يعني كيف جسد لنا دور المرأة العاملة ممثلة في الموظفة اللي بتكون مهمومة بإنها تعمل مستجاماتها تجاهها وتتذاكر مع أولادها وتكون عندها مكنتيات عشان تعمل دخل إضافي يعني تدعم البيت دي حقيقة فيها مسرح اجتماعي حلق وأي وحدة فينا بتحسي إنه بتعبر عنها أنا أتذكر الأغنية دي الدشنة كانت في طيبة بريس ألفين وعشر أو ألفين أحداشر نعم شروق أبو الناس قدمتها أنا كنت حاضرة في لحظة كنت فرحانة جدا بتتشين الأغنية وزخمة وغنت للمرأة العاملة والمرأة ستة البيت وكذا وزغرتها بحب زغرت دائما عندشها زغرت كده مشهورة فجأة قمت بكيت انتحبت لأنه حسيت حسيت الأغنية بتعبر عني أنا كأم كصحفية يعني بدل المكنة والخياتة أنا كان القلم والدفتر والمسجل بفرق في شغلي فعلا أنا بكون في لحظة من اللحظات بكون دائرة في المحور الثلاثي دا السالوز دا ما بنسوي أكل لأولاده دائما بذبخ بالليل بجأة أشتفرق شغل الصحفي وبين أذاكر معهم فدا أنا أفتكر دا منتهى النبل ومنتهى القراءة الصحيحة في واقع المرأة لما يجي الإحساس دا أنا كصحفية وستة البيت العادية والموظفة تحيس إن الأغنية بتعبر عنها وحتى مش تعبر عنها وبس تعبر عنها بيفرعوا تعبر عنها بيبكوا بيدموا دا معناها دخل المسام دي خطرقة ودخل العمق فهذا مميز محجوب دار أبرس حتة محددة جدا الدور اللعبه أستاذ شمت واللعبه راحل محمد وردي وآخرين من الشباب اللي تغنوا لوردي وردي السقير وناصبوا عرب ساحموا في انتشار نشر الوعدة بيقاع أسرع ومتسارع يعني الكلمة الشعر اللي بتكلم عنه ما هو يعني فعال عنده لكن لما يخاطب شريحة بسيطة باللحن بخش القلب بخش بتحول دا دور الفنون أفتكلي دور إيجابي دور ملهم وأنا بشيت هنا بأستاذ شمت والآخرين إنه لعب الدور المحور دا فإنه وصلوا لينا المفردة السهم بيع أستاذ محجوب مفردة بسيطة من قاع المجتمع من قلب المجتمع اتلحنت بإيقاعي يعني أنا مثلا بطرب جدا لما نسمع شمت يغني ستة البيت ولا يغني تبتبة ولا يغني بحيث بفرح جواي بحيث أنه يتعبر عني وأن أولادي وأن أسرتي ورصيفاتي النساء المخيات وأفتكر دا قمة يعني دي دوية الإبداع أنا أفتكر إنه السنائية اللي كانت بين محجوب وأستاذ شمت بالفترة الأخيرة أكثر من عشر وغنيات دوية أما سمي دوية الإبداع الخلاق الإبداع الخلاق وين يكمن يكمن في إنه إتا كيف جسد تقيام المجتمع بمفردة بسيطة وليجي الطرف آخر اللحانة وهو يتسغ معاك في الفكر والحب وحتى فيه يعني الإلف ومن بالقضية يعني حول حولت المفردة البسيطة لقيم مجتمعية وتلحنت وبيجب حتى كانت أحد هتافات السورة بالضبط كده ده طبعا محبار قبير جدا يعني جد ما بتتخيل أنا يعني أنا لما أفكر فيه دو ما بحيث بيسعادة أينما وجدت بكون معايا المسجل بذاعي أو الموبايل عشان نسمع الغونة حتى التبيخ ده أنا بذبخه أنا بسبع غونة بحيث أنه نكهة مختلفة طعم مختلفة لأنه بتحيس أنه ده غونة وللآن هو تحول لواغع معاش وسلوك يا مناف دارين نشوف دور المرأة في الثورة الأخيرة ثورة ديسمبر المجيدة ونشوف تضحياتها يعني كانت جنب إلى جنب مع الرجل لكن الكلام ده نطلع فاصل والذي قادعين موسيقى 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 ايدي بنيات الفريق بتهجد الطفل الرضيع النوم النام النوم تعام النوم النام سكتات جهام بتعدي شيخ دمت الحفير تشلخ لبة تسجي الخليف ايدي بختي ايدي بختي امي بختي همي شيري 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 مني مني ختي بتعوح وتفرق للملاح بتوري جلوبي وتحش تمسك مراح تحلي بتخش سعرتي هالي بينه تخور سعرتي هالي بينه تخور يصوري شاني يا لله يا لله قمن من سندة وكش قطور للمنتح نوال بها تجالي يحصل الطفل تغسل قمومي يا ربي تشتر حلم تنقض تشر الشوف خدم تنشل من الفيروم ثلاثين باع تعدل تبزع الصيانة لو ما تيدع التبانة بتجيه بيوم إياها البيت للجنين السفداد والمصطدر تغد الخيول بتطرز المنديل تخيط لي طواجل عين ونتمت الجامس والطاحة حق رصت الناشط والسورة صدر بتتبب السجاج مع الفجاج تقول آخر من تنوم تقومي دوش انفدري قبل الشمس ما تبرد خرير النوم ويغاتر حشة العصر بيجن بنيات الفريق بتحش تمر تخر الصبيق موسيقى 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 مضاق 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 وفاق السور السور حتك التذكاي وتخبز للصفاح بتكبع يزوم وضيوم بتغنق يزوم وتطوم والفنجية تقوم تذهج المجان بتهني بتود وتجيب بتهني بتدلك حبيب بتجيب الريح بتجيب الريح ترتبك الجو بتولد اللمات تربي على الصلاح ما نتقلل ما نتقلل ما نتقلل زي ما بتضمت للجراح بيدان بنيات الفريق انتهم الحلال خسر قدرت علي شان السلاح عشة وميري مدرسة الحلم معمورة لك الرأس ولا سفورة لا تقرير سمع لك كلاد أبنور مرس ما بتلابد ما بتخاف زي الدفاع المتحاف من بالتماسيح والكلاد حلال وبلال حلال وبلال عليك يا أم اكتب اكتب مظهور عليك زي جول السلام حلوة لسان لكن إذا تغضب صلير الأستاذة هي كفتر غيرة يو كالجانة هي تتوصل لها وتحصل لها كفتر غيرة مرة نسبة من بحر الغلابة اللي هم تلك كثرة غير تحت الصلاة أو ترمي تقراك في التراب أو تستشيف والحسابين مردة سسترة ودكتورة طوبة سنرة أبيض ناصعبين في للعناب الردور يا من سماح خيت الجمر هناك ماهن للنواح البتة ماهن للنحيط مدرسة حيث مدرسك حنانك سور طراري صصب الباكر تزاكر نحو مقرى ضرور سلاما عمد الفراشة على المخشاشة جنب الكم كفتر شباك زهور بتودي يومات وتجيب وصف البتاش الغريب انت الشدة والوردية والمكان التي ليلة ونهرة تدور انت الشمس جهت الشمس في الحواشة بين الحبة والزرزر زر زرزر والزرزرزرزر زرزرزر والزرزور هناك ليش قمة للبر للسرحة ليك الصلتر س 운동ك والدمر كلك يا حزوة جمتلكم بيوترديك يا وفح الشاشة يا ختم ي translating بين عrangون تحديديك ماهين للطراب والقتمة يوم كان المصابع صابره لا غضا لا غدر زدالك موسيقى 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 مجددا مرحب بيكم ولسا متوسطي معاكم في نفاج جديد من نفاجات شعر الشعب محجوب شريف والليلة نحن الهان بنتكلم عن المرأة في شعر محجوب شريف نعموا عن دورة اللي هو شعر بيه وجسدوا من خلال كتاباته يا مناف دورة المرأة كان في ثورة ديسمبر المجيدة والله سورة ديسمبر المجيدة يعني بمرور عام على السورة والله إن شاء الله شعب السوداني السورة تستكمل أغراضة ونمشي خطوة عشان نستكمل دولتنا المدنية والمؤسسات والغوانين ذاتها تبقى بتعبر عن الإنسان سواء كان رجل أو أمر أو طفل نكون حساسين نحن كلنا تجيح شريحة المجتمع كلها لو جينا لي مشاركة النساء في ثورة ديسمبر ولا انتفاضة ديسمبر دي المشاركة دي ما بتخطو أعين يعني دي كانت أوضح من الشمس في كبد النهار يعني مشاركة فعالة شديد للمرأة في الثورة النساء كانوا جنب اللي جنب مع الرجال وما كان في حتى تمييز في الثورة يعني واحدة من شعارات اللهم إلا إذا هالنات بسيطة دي مكدور على لأنه فترة التغييب السبغة الثورة دي كانت ثلاثين سنة ما سهلة يعني نظام كاره للنساء كاره لكرامة الإنسان ذات الغوانين ككل الغوانين المزلة للنساء النساء يوميا بيقعوا في حكمه ضحايا غوانين نظام العام والجليد وشفنا كيف أنه بيتجلدوا بيتكشوا أمهاتنا ستات الشاي بيتكشوا بيتم دخول المنازل بدون مرعالة حرمتها والمعثقلات أي معاملة للنساء السياسيات ذاتها ولا الفعالين في العمل العام كلهم فكان ده واحدة من التحديات اللي واجهت أن المرأة قعد تواجه في عدوة فيه دي كانت القضية يعني من الملاحصين أنه كانت المرأة بتواجه في عدوة بتواجه في الغوانين المزلة بالنسبة لها فكانت مشاركة أنا بالنسبة لي جميلة شديد ومشاركة فعالة شديد الموكب كان بيبدأ بيزغرودة كالعادة النساء بيشارقوا في كل الأدوار من طبيب جراح لأنه حماية الناس سواء بيفتح البيوت ولا بأنهم بيستقبلوا الناس في بيوتهم وشوفنا قصص أنه في ناس دخلوا عملوا لهم جهوة وفي ناس دخلوا أكلوا في بيوت يعني فدي كانت دي مشاركة المرأة والأدوار لسه مستمرة يعني شوفنا مشاركة في الاعتصام المرأة قاعدة في التروز في المخاطبات المرأة قاعدة في المطبخ زي ما كل الناس كانوا في المطبخ جنبا إلى ينبى الرجال يعني الثورة على أقل لا ردت غيمة كده بزرت بزرت مساوعة يعني بشكل كامل كده كان دور المرأة بارز في الثورة بارز نعم بكل المهام الممكن تقوم بها والممكن ذاتها تقدم يعني والحاجة الإضافية أنه تم المرأة اقتلحت حقها يعني يعني دماء منها كان الحق ده تم اقتلاعه يعني نضالات النساء بيقدموا في نضالات من مدة طويلة يعني رغم العداءات ذاتة يعني الواجهتهم والاعتقالات والضرب الحاجة دي ما رجعتهم عن مسار الثورة وعن الوعي والقوة اللي كانت متملكاهم أيوة وذاته هو نحن لو عينا لها الحاجة دي بنشوف في سياق كيف المخ يعني أنا بعرف صحباتي وتجربة تغريبا حصلت مع بنات كتار هم ذاتهم بيخاطروا قدرشونه عشان اطلعوا من بيوتهم عشان يمشوا الموكم بالنسبة لي دي كان دي ذات دي تطفحي جسيمة شايد يعني أنا ولد ممكن استفيد من كل الوعي الزكوري اللي قاعدت في السودان لو أطلع سايي وما بزول يزأني في واقع معقد كانوا البنات رغم العغبات دي كلها الحصار الأسري والنساء والحصار الأسري والرغيبة الاجتماعي البره والرغيبة السلطة والمجتمع الكاري واللغة المحساسة تجاه النساء كلهم هم كانوا دي المجتمعات لكن في النهاية حواسوا دانية قدرت تتخطى الحاجز تقفز بفقليو تجاه بحيث تبسيطة تفضلين أنا دار أقول إنه ليست ليست هي الفترة المرتبطة به 11 ديسمبر 2018 حتى يعني سقاط النظام إنه دور المرأة على مدى 30 عام كانت المرأة السودانية في مقدمة الصفوف في المظاهرات مطالبة بحقوقها في الوقفات الاحتجاجية في التصدي الغواني للنظام العام تصدي لجلد النساء تصدي للإضطهاد للقهر بدءا من توفيج الطلاب لمحرقة الحرب سنة 98 كانوا النساء أول ناس طلعوا وظاهروا فدي مسيرة ممتدة وده تراكم نضالي وأنا أذكر تماما في كل منعطفنا منعطفاته في كل مرحلة من المراحل محجوب كم مهموم مهموم بالنساء بالأمهات لما فوج الطلاب لمحرقة الحرب في العلفون طلاب الثانويات محجوب ما كان لهم كم مهموم أمهات حصل لهم شنو الأولاد ما شو يجو في كل مرحلة من المراحل جاء غلون نظام العام جلد النساء محجوب كم مهموم وباستمرار بيسأل يعني أنا بمرع عليهم كده مرات صباحيات عشان أقعد نصف ساعة بيكون ده رجل أحصل الجريد ويجتمع الصباح في نغاش مع محجوب بيمتد ليساعة أو أكتر لكن أنا كنت أطلع منه بنقاط وقص موضوعات بالنسبة لي كان بتكون ملهمة إنه أنا كيف كصحفية أقدر يعني تديني جرعات بتاع الطاقة يعني مثلا لما تكلموا عن جلد النساء وعن محاكمة بنات الأحفاد في الزي وبنات الأهلية وكانت دنيا رمضان أنا لما قعدت عمى محجوب ونست في الموضوع عادي وأنا ماشا يعني أنا مشيت بعد ذاكت عبحت الغاية الشرقي وحضرت محاكمة جلد النساء وجو أسر وكذا فالهم العام مرتبب زي ما أنا عبرت في الأول قلت إنه ما يطرخ محجوب يتسق من أفكار وقضايا همهم بيها يتسق مع سلوكه اليوم وهمه اليوم يفعل ما يقول ويقول ما يفعل بالضبط كذا فده ما يميز وده الخليه يكون شخصية رمز ومحبوب لدى كل الناس وبيته مفتوح لكل الناس وتلقى فيه كل ألوان الطيف السياسي كل ألوان الطيف المجتمعي كل فئة المجتمع بشرايحة من الطفل لغاية ونتمنى يا أستاذ عفاف الدور دي يبدو يتواصل والفنون نحن معاولين على الفنون في الفترة الجاي خصوصا بقى فيه إمكانيات بتاعت بس وبتاعت يعني حريات كانت مفقودة في زمن فات إنه نستثمر ونبسى الوعي ده ما استطعنا ونكمل أدوار كان بدأ محجوب شريف ونضيف عليها إلهام ودور الفنون كان مهم والشعر برضو نعم كان مهم جدا يمكن إيمان محجوب شريف برضو وثقة بالمرأة وإيمان التام بها وبقدرة على انتزاع حقوقه وتقديم الواجبات للمجتمعات اللي هي فيها الحاجة دي يمكن بدأت يا أستاذ شمت من أسرته الصغيرة زوجته والأستاذ عمير جزولي ومريم ومي بنيات اللي كان بيذكرهم كثير في قصائده وعنده نص كامل باسم مريم ومي بحي لو سمحت لي أستاذ شمت تمهيد لكلام اللي عايز تقوله والغنى اللي عايز تعمله نربط الفكرة دي بإنه نسمع قصيدة من محمد الشيخ ونحن في محور المرأة النداء اللي كان خفي في الفترة بين 2013 إلى 2018 الفترة اللي حصل فيها الركود ويمكن يكون يتسرب بعض الرهق لنفوس الناس المضعتش للحريات وقل الحراك فزي الصوت المرأة اللاحقة بيقى ثورة وصوت البلد وهي بتنادي ناسا إنه لسه الشوارع وعدة وقادرة فما تشاغل ما تشاغل وإنت ما قادر تكاتل شانية تتحد الفريق شنفي ايدخلا فزغرد حين شوفك شاق في الغبر الطريق شنفي طرفي خلا فسبل شنفي جيدخلا فشبل شنفي حلتخلا فكون الجشة حين تبدو الغريق وين تعودك لسه لسه تعصر في الصبيطة التمر شنعيب حي وين تعودك لسه تعال خدرجي تعال تمرجي تعال نواعي حاسبي قدلتك سمحة وبريدة وبذلتك أيه يوسي وين تعودك لسه وين عودك وين عودك مش زمانك قلتلي اني فارع اسمراني واني المحبوبة في مش زمانك قلتلي انه زندك اخدراني وانه جمر الريدة حي مش زمانك قلتلي وقلتلي وقلتلي أنا جنيج ان الريدة ناقصة وعمريك وجنت وتمحك جنيج نوزي نراقصة وريش في الشط نسرك جنيج نطبح شبابي وش حد الجيران مرك كوني ادبلبل اريدك يعني يا عم يا غرق الحبيب بالمعاك تعال نصادق بالمحبة وبالبصار ما تجيف بين بين تتاوك بدري اديتك اشارة جنيج نعينا بتلمع وجنيج نعينا شرارة وإلا تلمع شاي لفكرة وإلا حمره ساي ذكار الحبيب عيني للشملة وطلحها بواجز وقال الحلة شوك زغردا أمات نغنن الكتوف شايلاك فوق الحمايم هدلا القمار السوة القوغ انت واعدا بأصايل عيني لي بخت حليبك وانت بتسكسك تشاغل ما تشاغل وانت ما قادر تكاتل شاني تتحد الفريق شن في ايدي خلاف زغرد حين شوفك شاقف الغبر الطريق شن في طرف خلاف سبل شن في جيدي خلاف أشبل شن في حين خلاف أكون القشة حين تبدو الغريق شكرا جزيلا يا محمد الشيخ على هذه الكلمات الجميلة أستاذ شمت قبل ما أغني قبل ما أغني قبل ما محمد كان قلت لك إنه إشارة محجوب شريف للمرأة وثقة وإيمان وكان بادي من أسرته الصغيرة فكوية سنة كنت حد من الحتة ذات لأنه يعني الكلام كتير جدا لكن بيختصر في إنه سيد محجوب شريف كان بحول حتى حاجاته الحاصة بتخص أسرة الصغيرة وبناته مريم ومي وزوجته وحتى الأم يقول هذا الفكرة اللي خليها تحت الشيوع يعني لما يقول لما نكتب في القصيدة قال أدت أبوها مرتبة في مدعابته لمي وهي بتبتب فيها لقال لا لما جاءت تتغنى وتمشي تطلع الشارع قال أدتنا نحنا مرتبة وقصايا كثير جدا بيحول فيها الحتة الخاصة العروف صباح الخير بساء النور بسيت البيت بسيت المكتب الفاتح على الجمهور ختمة دولة جنبك هايبا قط لم تقبلي المصر حلال وبلال عليك يا أم حلال وبلال عليك يا أم مرتبة بالتعب المهور وساع رضاعة ساع رضاعة أجمل من سياحة شهور النور 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 تعالي النور النور سكتات جهر موسيقى اخر من تنوم تجومي دخشا مبدري قبل الشمس ما تترك سرير النوم ويغادر عشة العسطور تحرسيها تحرسيها اللي بينا تفور تحرسيها اللي بينا تفور تسوي شعي يا لله يا لله يكمن من سند ويتشي فطور للمنتحنة والبيعات جاري يحصر الطابور موسيقى وبردو وراك مستنيك يهم دفتر غياء وحضور لفحنا العمى وخليناك بين الحلة والمعصورة رتكت القميس والطرحة حتى صناشر والصورة والتعبل بخل الصورة في عينيك اجمل صورة ديك الحجة وده كلب اللي يا ما تشر يا ما يا ما تدلي ما بتكلي ما بتملي ما بمروس حنانة تملي والهذا عمل نور ومر ده سيستير ودكتورة طوبة سهرة أبيض ناصع بالعنابر نور مدرسة حيث مدرستك حنانك سور كاراري صصب الباكر تذاكر نحو بكرة مرور سلام سلام النعمة الفراشة المكشاشة جنب كم كم بشوف ظهور ببتال شدة والوردية والمكانة التي ليلة ونهارا أدور جحت الشمس وفي الحواشة بين الحبة والزرزرزر كليك 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 يا حلوة دنبلكifies تحت духовك بالتلك دحين وغلبة و العذبة ستة الشاي وستة الكسرة والهبابة أحب الجر جريبة الجر جريبة أحب الجر جريبة في ايدك فراشة خبور والهبابة والعرجل دي متجدهاك زي جمرية جو 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 باطسور تغازي في الدوحة الملجاة عشوا ماري مدرسة الحياة المعمورة عشوا ماري مدرسة الحياة المعمورة لا كراس ولا سبور لا تقرير السمح رقاك لا دبورة تحيي تعيش لا مقهورة ولا منبورة لا خاطر جناك مكسورة لا المستورة يا مستورة يا زا تضر المستور سلاما يا غزلات العمل والبيت ملاياتك طفاف النيل أحب واديكي حز الحوش أحب الشاي قربوش أحب المستك الفواح أهيم في قمرت النعنى بم ومدك بم ومدك قربوش أحب الشاي قربوش بم ومدك بم ومدك بل مدك بل مدك وجمر السخن الهيقى سلام من يا نساء الأرض قاطبة في كل مكان شكرا جزيلا يا شمت وسلاما يا نساء الأرض قاطبة في كل مكان وسلاما يا إلهام ولكن للأسف الزمن حزات مضت صراعا في ختام الحلقة والكلام كتير عن المرأة ما بيخلص خصوصا في كتابات محجوب شريف تحية تعيش لا مكهورة لا منهورة لا خاطر جاك مكسور نحن سعيدين جدا بضيوفنا اللي شرفون الليلة الصحفي منافق محمد والأستاذة الصحفية الإعلامية عفاف أو كشوا وشكرا جزيلا الشعر الجميل الشاب محمد الشيخ تمنينه لو كان اللحظات تسمح نسمعك أكتر وأكتر لكل قدام إن شاء الله التحايا المحبة برضو والشكر جزيلا لأستاذ شمت محمد نور على التحليق العالي والجميل في رحاب محجوب شريف في رحاب قضايا متعددة شكرا لكم جزيلا في النفاق الفاتح نتباقى في لغاية جديدة شكرا لكم وقام بحكم وقام بحكم وقام بحكم وانتك أمام مغسم اشتركوا في القناة